إلا على الظالمين صلاة والسلام وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين إخوة الأفاضل أوصيكم ونفسي بتكوى الله عز وجل فاتكوا وراقبوا وأخلص لول إبادة يقول الله عز من قائل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إخوة الكرام سوف نتترك على هذا المنبر الشريف اليوم حول موضوع هام جدا ألا وهو إنزال القرآن من عظم نيمة الله على الأمة المحمدية إخوة الكرام وفقكم الله لما أحب إلى موأن من عظم نيمة الله يرى هذه الأمة إنزال القرآن الكريم إنزال القرآن الكريم يرى النبي الكريم لإخراج هذه الأمة من ظلمة القفر إلى نور الإسلام ومن الإفسار إلى الإصلاح ومن التفرقة إلى الوحدة ومن الضلالة والقواية إلى الهداية والوقايا يقول العز من قائل إنه لقرآن كريم في كتاب مقنون لا يمسه إلا المتهرون تنزيل من رب العالمين وقوله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونظيرا وقرآنا فرقناه لتقرأوا على الناس على مخص ونزلناه تنزيلا قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا لإلما من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إباد الله ويتمتع المسلم الحريص بالقرآن نزولا وتلاوة وتتبيقا كما تعد القرآن دستورا وقانونا ربانية للأمة الإسلامية جمعا كما أن للقرآن أصمع عدة كتاب هدى فرقان ذكر تبيان شفاء مبارك نور ومنير جاء في الحديث الصحيح عن أبي وريرة رضي الله تعالى عنه يقول اقرأوا القرآن فإنه نيم الشفي يوم القيامة إنه يقول يوم القيامة يا رب يا رب حل حلية الكرامة فيحلى حلية الكرامة يا رب أخصى كسوة الكرامة فيخصى قسوة الكرامة يا رب ألبسوا تاج القرامة يا رب ارضى عنه فليس بعد رضوك الشيء أورده الواديعي ورجاله رجال الصحيح أقولوا ما تسمعون وتعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب إنه كان غفارا صلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيا عباد الله عليكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بهما فإن فيهما جنيا وكفاية ووقاة وعلم أن آياد المسلمين الثلاثة عيد الجمعة والفتح وعيد الأضحى كما فار بذلك ابن التيمية رحمه الله تعالى وما وراء هذه من الآيات فباطل وباطل هدانا الله إلى الصراط صوي المستقيم